نمط من أنماط الإرهاب الأسود تنفرد حصيا ميليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسته دون عن بقية التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم وعلى الدوامد تساقط في قبضة الأمن اليقظ بمارب خلايا الشراش في الحوثية وعناصر الإرهاب المبرقعة من مسلوبي الرجولة وعديمي الشرف والكرامة في حين تكشف هذه الوسيلة الحوثية المموهة عن فشل الحوثيين في اختراق مارب أمنيا وعسكريا فهي تبرز أيضا دناءة السلوك الحوثي وتجرده كليا من الآداب العامة والأعراف القبلية وأخلاقية الحرب التي تدور بين الرجال وجها لوجها ورغم قناعة ميليشيا الحوثي الإرهابية من فشل كل خلاياها النائمة التي حاولت بهم زعزعة أمن واستقرار مارب من الداخل إلا أنها ما زالت تزج بعشرات من المغرر بهم إلى قبضة الأمن بمارب وقضبان السجون والعدالة وتستخدم الميليشيا خلايا الغلمان والرجال النسويين لتمرير مخططات أعمال إرهاب داخل مارب عبر زرع الشرائح التي تحدد أهداف القصف الصاروخي والمسير إلى جانب زراعة الألغام والعبوات الناسفة لكن ضربات استباقية بيد من حديد وأخرى من فولاذ دائما ما وقعت على رؤوس الخلايا الحوثية النائمة قبل أن تستيقظ وبالتالي لا تكشف الضربات الاستباقية فحسب عن احترافية رجال أمن مارب ويقظتهم العالية فوراء كل ضربة استباقية عشرات الخلايا الحوثية التي تسقط ومئات المدنيين النازحين في مارب الذين نجوا من قائمة الضحايا المحتملين ترجمة نانسي قنقر